السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناتكم غير حياتك مرحبا بكم فيديو جديد على القناة نتمنى يلقاكم بصحة جيدة المكوين جاليون كيف تشوفه معي نهضره على الحمص هذا المكوين اللي كان حاضر في الأسواق الشبية وأمام باب المؤسسات ما كان يخرج من التنوية أو باب المدراسة ما يشري طيبهاري كيف تأكلك تحسب رأسك كلك طاقة أول ما تكونك تقضى إلا ما شريتيش طيبهاري تحسب تقضيتك ناقصة ولكن للأسف هذه العادة الغذائية بدأك ينقصه إلا ما نريد أن نقولون ذاته وعلى كله الحمد لله الطبخ المغربي دائما ندخل فيه هذا المكوين ندره في سكسوف، حريرة حمضة، مع الكرعين، مع الحم الراز نلقاه مجلي عند مولة الزريعة أو ندره بين الطيبهاري لكي نتعرف على فوائد الحمص نبدأ مع آخر الفيديو الحمص يوجد بروتينات مهمة العظام، مهمة العضلات ومهمة الناس الرياضيين والبروتينات القيام لا تكون مرافقة مع الشحوم والدهون والكوليستيرول ويجعلك تحسي بالشبه كيف نقوله يجهم يجعلك تحفظ على الوزن ويوجد تريبتوفين التي ينتج عليها السيروتونين أو هورمون السعادة التي تقلل لك من التوتر ومن الأرق الحمص يوجد نشويات التي تعطي طاقة للجسم كيف كانت في البداية في هذا الفيديو يجعلك تقلل طبق الحمص تحسي برسك كلك طاقة مهم من الناس يحسون العياء وتسخصيها والتعاب على طول الوقت خاصة يدخلوا الحمص في نظامهم الغذائي في حمد الفوليك المهم من المرأة الحامل في شهور الأولى لكي يحمل جنين من التشوهات الخلقية ومهم من المرضى القلب والشرايين ومرضى السكري حين كان يضم السكر في الدم ويخفف من مقاومة الأنسولين والمريض يستطيع الوحوم بالقاطاني ومنها الحمص حين يقلل كوليستيرول والضار في الجسم أو لا الLDL الحمص فيه أملح مدينية فيه الزنك سيلينيوم بوتاسيوم فيه فوسفور فيه الحديد والنحاس والكالسيوم والنحاس مهم بالجسم رغم أنه يحتاج كمية قليلة فهو مهم بالنمو جنين ويساعد في تكوين جيل الكولاجين ويساعد في الإنتاج جيل ميلانين أو السبغة جيل فإلى عندك النقص النحاس تقدر تصبيب الوهاق وبلا نحاس الحاجة لا يصل إلى الدم فكتكون أنيميا أو لا فقط الدم والنقص النحاس يكون أمراض مناية كتكون ضعف العدلات تنمو في الأطراف والكوليستيرول يرتفع النقص من العوامل التي تقدر تؤديدها فقدر البصر الحمص فيه كالسيوم المهم من الأسنان والقلب العظام ولكن كي نستفد منه ضروري يكون متوازن مع المغنيزيوم وسبح الله الحمص يجمع ما بينجوج هذه المكونات حيث تزاد الكالسيوم يأتي الحصوات في المرارات لتصلوا بالشرايين الالتهابات الرفرفة في العين وبزاعة المشاكل منها شاشة العظام فضروري من المغنيزيوم مع الكالسيوم لكي نتفادوا الزيادة أما المغنيزيوم ليس مشكلة لكي جرعة زيادة حيث يسهل الجسم يتخلص منه لا يكون مضاعفات بحل الكالسيوم ومغنيزيوم ضروري للجسم حيث النقص يسبب أمراض عصبية السكر كوليسترول الجرطات يكون ارتفاع ضغط الدم امساك او الهشاشة لا تكون طاقة لا تقدر أي شيء الحمص في نسبة المغنيزيوم أكثر من القطان الأخرى وفي هدفة التستروجين التي يضبطون هرمونات فيتامينات المجموعة B التي مهمة لخلايا الجماغية مثل التاكيرا والتركيز للأطفال والتلكيبار لكي يحميهم منزها كثيرا وكي نشط وظائف المخ وفي نسبة فيتامين C التي تزيد امتساس الحديد وفيتامين A وفيتاكاغوتين التي تعرفين من طور جلهم مهم النظر مهم العين حين يقوي البصر مهم الجهاز المناعي والسنان والعظام وزوين طل البشرة حين يجدد خلايا جلها لذلك لماذا تجدهم مكتوبين في المكونات جل كخيم جل تجميل ومهم النمو جلطة في الأثناء الحمل في شهور الأولى ولكن لا تكتري منه في شهور الأخيرة حين زيادة جل فيتامين A يمكن تسبب لك في الصداع أو اللفغتين أو التفش تشوهات خلقية وفيه مادة الموليبينيوم التي يمنعها في الكابيت وبلابيه الأنظم سلفيت أكسيديز لا يخدم ولا يخرج سموم الكبريد من الجسم وفيه الألياف الغذائية الدائبة التي تغطي البكتيريا الصديقة في القولون وتحمي من الإمساك وفيه مضادات الأكساد التي ترفع المناعة وتحمي من الأورام السرطانية ومدر البول ينقل كلي ويفتتلك الحصاء ويحمي من دهو الكرش أولى الإتهابات في الجهاز الهضمي في الفيديو جاء الفول كنت شاركت معكم الماسكة التي تحت فيها الحمص مع الفول مع الأرز والترميس تقدرين تزدع له النخالة أو الحلبة وتخلطه بالله عندك حليب أو ياغورط طبيعي أو ماء الورد أو اللغيمة عادي المحمص يحيط الشحوبة يحيط الكلف وتحصل على مسكة رائعة التي يجعلنا ضارة وصفاء البشرة الخطأ الأول كيف نقول على القطاني الآخرين أنهم يغلطون فالحمص لا يغلط حين قليل الدهون وخالم الكوليسترول الخطأ الثاني نقول أن الحمص يستطيع لا يغلط فالحمص سيكون المشكلة في الجهاز الهضمي أو الطريقة لتناول الحمص بحل الحريرة يكون الحمص ويزيدون نشويات أخرى بحل الروز أو اللشارية ويقومون نشويات أكثر وتطلب وقت الهضم الذي لديه مشكلة في الجهاز الهضمي يبقى يدخل الحمص صغير بشوية بشوية ويقوم بشوية النصيحة الأولى لكي يحيط القشرة بالحمص من بعد ما ينقعه يفرقه كيف نقوله فمن الأحسن نحتفظه بالقشرة حين تحافظ على المعاجين في الداخل لا تجعلها تخرج النصيحة الثانية الحمص فيه بوتاسيوم ممنوع على الناس الذين لديهم قصور كلوي في حين هو مفيد جدا لمرضى القلب والشرايين أو الذين لديهم ارتفاع جلد ضغط الدم او الذين لديهم احتباس الماء في الجسم والذين لديهم سكار يدخلوا في نظامه الغذائي ولكن لا يأخذوه مع الخبز ويأكله ببعده الحمص تدخل الحاميل في الشهور الأولى لكي تستفيد من حمض الفوليك ولكن لا تكتر منه في الشهور الأخيرة حين يوجد فيه فيتامين A الذي يمكنك تسبب ليه في مشاكل النصيحة الرابعة الحمص ندخلوه للطفل ابتداء عنه من 10 شهور وانتبه تكون يطحنته مزيان باش يقدر الطفل جيلك يأكله باش ما يحلش ليه او لا يبقى عليه اختناق فالحمص كي يعاونه على النمو غي يحارب له الامسك وغي يستفيد من المعادن والفيتامينات جياله في طريقة الاحتفاظ كدري الحمص فبوات ودري ورق سيدنا موسى ودري ورقة الكاليبتو سجافة تيكد حميم الحاشرة ومن السوسة ونفس الشيء كدري لدقيق الحمص إلا عندك تقدري بكران تدري في سفوف كدري واحدة كمية من دقيق الحمص مع دقيق إيلان شعير او شوفان ودري ورق الغر الوسط باش تحافظ عليه من الدود او من غمولية او رطوبة إلا ما عندك ورق الغر تقدري حبوب الإبزار او للملح الحية في الوصفة اليوم سأقترح لكم الحمص اللبناني الذي تقدري تعطيه للطفل كعوض لابيوغي لكتباعه جاهزة ومعرفة شنو فيها كتعطيه هذا الطباق المهم من النمو تقدري تبقى تلعبه في الألوان كيف تعرف الأطفال يأكله في العين وفي طبيعة الحال تلوني بحويش طبيعية مجل الملونات الصناعية باش تتعودوا على الأكل المنزل وتكون واحدة طربية غذائية الأطفال من الأول باش تفدي مجموعة جل المشاكل والأمراض في المستقبل خاصة أنها تطبق ساهل الجيد سريع في التحضر والأهم أنه صحي كتحتاج فقط للكوبجة الحمص اللي رقبته وطيبته جوج دروس جلتومة اللي كتقتل بكتيريا في الأمعار شوية زيت بالذياب شوية جل ملح وعاصر حمضة ومع القجل الطحينة إلى ما عندش تقدري تستغنى عليها والتزين كيبقى حسب الضوء كطع طالف التبصيل مع شوية جلزية الزيتون كامون ومبليسة انتمنى الفيديوين لإعجاب جالكم شكرا إلى المتابعة وتمتم سالمين سلمين شكرا